اوري حضراتكم فيديو الاول فيديو صغير كده سجلوا شاب من شباب الجماعة الارهابية في تركيا وروني كده جماعة حين خلاص بينا كمان فينا عن بلدنا بينا بأسوأ فترة عايشينها برا في 12 شاب هترحلوا من تركيا ده غير اللي هترحلوا من ماليزيا وغير اللي هترحلوا من تركيا قبل كده وغير اللي هترحلوا من كوريا والموضوع بقى شكله المصالح بيتتصالح والسياسة والسياسة بتتصالح مع بعضها لحسابنا كل اللي انا قدر اقوله ويقفوا الترحيل ويقفوا انا ضد اي ترحيل بيتعمل انا واحد عن نفسي بعلن اقدم الناس كلها انا هنزل بجثة انا يوم ما هتعمل لترحيل وانا متوقع ان الكلام ده يحصل انا مش هوافق ان الكلامش يتحطي في ايدي تاني انا واحد عن الناس انا متوقع ان يوم ما كنت احصل بها انا هنزل بجثة هم ده يتلوني يعملوا اي حاجة انا بجثة بالنسبة ليمنائية مش هنزل مواصر ما هترحل ومش هنزل مواصر هتحرس تاني بس الموضوع يبقى صريحة وصل للنظام صريحة فيه 12 شاب فيه 12 ضحية بيتقدموا كبش فيده من تركيا عشان خطر يترحلوا وطبعا الكلام ده مش هيعجب اللي هو مبطوع الخليفة الاسلامي ومش هيعجب الكيادة تبقى اخوان للأسف ان متجربة بالشباب ومتجربة بالناس كتير قوي ليه باوري حضراتكو الفيديو ده يعني ليه بسمى حضراتكو انه ده شاب من بينتمي الى الجماعة الارهابية اسمه مش مهم اسمه علي حسين ابراهيم محمد احمدين اي حاجة اسم مش مهم المهم انه هو شخص مخترش البلد دي يعني بعد 30 يونيو مخترش مصر وخرج هو وعدد كبير من الشباب راحوا بقى ايه بلاد الله خال الله على قطر على تركيا على السودان على ماليزيا راحوا راحوا بلاد كتير تمر السنين والبلد دي بتثبت اكتر بتتقدم اكتر بتنجز اكتر بتشتغل اكتر وهم بيعيشوا في وهم كبير جدا انه هم بيقودوا حرب مقدسة ضد البلد دي وهيرجعوا وهيقدبوا الناس وهيستعيدوا الحكم وهو الى اخر دي المعركة البساطة لما بتمر السنين وانت هنا بتستقر هو قلقوا بيزيد النهاردة بعد ما راحوا تركيا وكانوا قاعدين في حمى خليفة المسلمين حامد ديار اردوغان هو بيكلمك انه في 12 واحد مقبود عليهم من الشباب دول في تركيا وهيترحلوا المصر هو قال جملة مهمة جدا قالك انه اردوغان بيعمل ده لمصالحه الخاصة مصالحه الخاصة دي مش مع مصر مصالحه الخاصة دي زي ما شرحت لحضراتكم انه الجماعة الجماعة تتخلى تتخلى عن اللي بينشقوا عنها واللي بينضموا لتنظيمات اخرى واللي بينتقدوا القيادات يعني لما يبقى في قيادات كده اخوانية موجودة والولاد دول الشباب بينتقدوهم فيسلموه لا ابعتوا دول مصر مش تبعنا قاله هو انت تفكر انه هذه الجماعة تتعامل بانانية حتى اللحظة الاخيرة لدرجة انه يا اخي مش عايز يحمي العيال اللي خرجوا معاه يعني مش مثلا يقولك العيال دي خرجت معانا وبتاع حتى لو اختلفوا ولا بتاع لا بيسلموا فيه 12 واحد موجودين وده ييجي هو كمان انا معرفش ده اسمه ايه لكن الاخوان مثلا شباب عملوا ايه قالك طيب هما بيرحلونا احنا نبدأ نتجوز تركيات عشان ناخد الجنسية وما نترحلش فما نفعتش لانه فيه واحد من ال 12 المحتجزين على زمة الترحيل لمصر اسمه عمرو كاشا متجوز واحدة شغالة فيه مكتب مسئول كبير تركيا شغالة فيه مكتب مسئول كبير في انقر ابضوا عليه وهيرحلوه هنا مش بنتكلم بتعطف او بتشفي ولكن انا بقول لحضرتك انت لما بتختار بلدك بلدك بتفضل معاك لما بتختار غير بلدك ده مصيرك حتى الناس اللي هما يشعروا انه هما فيه امان مش فيه امان يعني اكبر روس اكبر روس موجودة بتشتغل ضد مصر في قطر وفي تركيا واللي هما عاملين انه هما معارضة الخارج ومش عارف ايه بتاع ليسوا فيه امان على الاطلاق والايام بيننا انا لا ارجمه بالغيب لا يعني ما بضربش الودع ولكن هؤلاء ليسوا فيه امان من اكبر راس لاصغر راس وعد الاسماء اللي موجود يعملوا مبادرات يعملوا يسقفوا يصفروا يطبلوا يعملوا مش عارفوا يعملوا قنوات يعملوا كل ده لن يبقى ولن يصمد امام قوة هذا البلد حكم التاريخ كده اه حكم التاريخ كده دول هيدوبوا هيدوبوا هيجوا هيجوا اللي هو مساندهم اردوغان ده خلي اردوغان ده ولا زلك هما بيستميتوا في الدفاع عنه يحصل له اي مشكلة هناك هتسلموا لمصر التاني يوم لانه اللي حاصل ده ما يعجبش حد ده راجل رئيس عصابة اردوغان رئيس عصابة بيحمي مجموعة من المجرمين اللي بيعملوا ضد بلده